ازايكم عاملين ايه يا رب كونوا بخير النهاردة هتكلم على برج العرب والابراجة التي لا تتوافق مع شخصية برج العرب برج العرب كتير محبوب وكتير قوي جذاب جذاب ما بين الاخرين يعني يقدر انه هو يجذبهم وانا مش بتكلم على الجاذبية في خلال الموضوع ده انا هتكلم على التوافق يعني البداية ممكن تكون اكثر من رائعة الى ان فيما بعد او فيما بعد في التعامل او علاقة مطولة شوية بتبدأ انها تبوز او تحصل فيها مشاكل كتير تعالوا نتكلم في ده بس عايزة قبل ما ابدأ ان انا اوضح لكم نقطة معينة ان احنا عندنا في حاجات تانية بنحكم بها زي البرج الصعد وزي اليوم بتاع اليوم اللي احنا اتولدنا فيه لانه بيكون ليه تأثير كبير جدا وغير التنشاء الاجتماعية اللي بتأثر كتير يعني التنشاء الاجتماعية لها دور كبير في غرز معاني معينة مبادئ معينة عادات وتقاليد ممكن تختلف عن الاخرين فيها طيب نبدأ باول الابراج اللي عندهم صعوبة بالفعل في التعايش او التوافق مع برج العقرب وهو برج الحمل ازاي ده؟ ده يعني كتير يقولك برج الحمل ان هو فيما بينهم توافق لا التوافق ما بينهم في نقطة معينة وهي نقطة الانجزاب من حيث المظهر من حيث الشكلة من حيث ان ده يشوف يقول الله تشكله حلو قوي ده ستايل وجسمه وي وي بيبصوا للنقطة زي الى ان فيما بعد اللي لها علاقة او التعامل او التعايش او النقاش اللي ما بيننا بيكون سئيل وبيكون في حالة جدلية ودايما بيكونوا ضد بعض وكل طرف منهم شايف نفسه فيه الامور اللي لها علاقة بالحياة اما التعاملات اللي هي لها علاقة بالحب والرومانسية اللي لها موجودة جدا جدا وحلوة قوي وبتبقى خطيرة في الانجزاب ان هم يعجبوا من بعض من ناحية المظهر اما التعامل غير تماما التعامل بيكونوا ضد بعض وبيكونوا على خلاف والند بالند في كل شيء اي العلاقة افضل رجل او امرأة من اي اتجاه الرجل العقرب ومرأة الحمل علاقة صعبة والتوافق ما بينهم اصعب بكتير من العكس اصعب بكتير من امرأة العقرب ورجل الحمل لان لو رجل الحمل ومرأة العقرب يمكن تتعدى شوية الى ان العكس بتحصل فيها انفصالات بشكل قوي جدا اما البرج التاني اللي بيكون صعب قوي فيه التوافق تعالوا هتتصدموا مع ان هم برجين يعني فيه ما بينهم جاذبية حلوة لان الحاكم فيه برج الحب برج او كوكب الحب كوكب الزهرة اللي هو برج الميزان برج الميزان وبرج العقرب التوافق ما بينهم تقيل اوي اوي وقوي جدا يعني من ناحية المظهر بينجزبوا البعض من ناحية الحب الرومانسية الغزل اللغة العيون اللي بتكون قوية جدا في ان يكون يعني بيشدوا بعض جدا فهم قادرين يعني بيتفوقوا شوية على الحمل من حيث ان هم كمان رومانسية كلام غزل العين الإحساس اللي مش عارفة ايه وبيفوتوا البعض حاجات كتير بصراحة الى ان بعد كده او علاقة طويلة شوية بنقعد مع بعض شوية يحصل فيها ملن يحصل فيها ان لا دماغنا مش متوافقة تماما وبرضه في كلتا الاحوال يعني برضه رجل العقرب ومرقة الميزان بيكون فيه صعوبة اكتر لانه بيشوفوا انه فيه مش فاهمين بعض الميزان متحفز شوية عن العقرب فبيبدأ شوية مرقة الميزان متحفزة اكتر مع رجل العقرب فبيبدأ يحس ان ده مش حب الحب بيكون عنده اللي هو يوصل ليه درجات معينة اما الحب عند الميزان رغم ان كوكب الزهرة اللي حاكم الميزان الى ان الحب ليه مقاييس معينة او بلازم يدخل من ضمن مبادئ اساسية فبيبدأ هنا العلاقة يحصل فيها توتر اما لو حصل فيه على طول ارتباط بيبدأ فيما بعد المناقشة اللغة الجدلية الغموض اللي بيكون موجود ده كله بيكون فيه مسير ما بين برج العرب سوى رجل او مرقة او الميزان رجل او مرقة برضو في كلتا الاحوال رجل العرب ومرقة الميزان مرقة العرب بيضغير جدا ورجل الميزان بيكون متعدد العلاقات او انه هو بيكون بيكلم يعني كتير اصدقاءه كتير من الجنس الاخر فده بيصير شوية غضب مرقة العرب البرج اللي بعد كده وده برج بيكون والمرة دي انا مش بتكلم بطريق الترتيب لأ انا بتكلم وممكن اقولك نسب كمان يعني الحمل اللي تكلمنا عنه اقدر اقولك ان النسبة يعني ممكن توصل ل30% ممكن يعني لها البرج الصاعد او التنشاء الاجتماعي اذا ما اتفقنا في البداية الميزان عندنا هيكون 36 37% اما بالنسبة ليه برج اللي بعد كده وهو برج الدلو برج الدلو بيكون اتفاقه مع برج العقرب بيكون حلو جاذبية برضو بيكونوا عقليتهم قد ايه بينجذبوا البعض من ناحية العقلية من ناحية عقليته في التعاملات مع الاخرين وده في ناحية تعاملاته مع الاخرين بيعجبوا بعض في شمخهم في قوتهم في شخصيتهم وانهم بيثبتوا حضورهم بكل المقاييس في كمان طريقة لبسهم والستايل والتعامل اللي بيتعاملوا به على طريق يعني على اللي عارفيني لقى الحركات دي اللغة الجسد بمعنى صاحبين جاذبوا ليها قوي لان بعد كده بيبدأ انهم يشتكوا من بعض في حالة الغموض اللي مش موجودة عند العرب بس عند الدلو كمان هما الاتنين بيكونوا محيرين الدلو يشيل منك ويشيل ويسقط مرة في التانية وبيبدأ ينفجر وبرجأ العرب يستغرب انت مالك عملت كده ليه مرة واحدة فده موجود العرب كمان بيبعد مرة واحدة بيبعد مرة واحدة يعني تلاقيين ان هو بياخد وقت يعني يفوق مع نفسه مش عارف ايه وده بيصير برضه غضب الدلو فده مشكلة بتقابلهم نسبة التوافق ما بينهم ممكن اقدر اقولك انها توصل لأربعين اما بالنسبة ليه برج تاني وبقى وده التوافق ما بينهم برضه بيكون صعب وهو برج الاسد ده مع ان بقى اقدر اقولك ان فيه غريزة قوي قوي بتتحكم فيه العلاقة دي هما الاتنين ورجل الاسد ومرأة العرب بيكونوا معاديين ونسبة العلاقة دي او التوافق هنا برضه بتكون أربعين في المية الى ان هما الاتنين العرب بيشوف الاسد ان هو شخصية وفي البداية جاذبية ومسئولية وانه قد المسئولية الى ان فيه مبعد العرب بيشتكي من عدم مسئولية الاسد وبيشوف ان هو مش هم ومع انه بيكون همه بس الاسد بيبدأ يكبر دماغه لما او بيحب انه يظهر يظهر ان هو مكبر دماغه لكن من جواه بيفكر كتير العرب بيحكم بالطريقة الظاهرية فبيبدأ يشوفك كده فبيبدأ انه هو يعني يعاتب عليك الاسد لا ما تعاتبش علي يحصل مشاكل فيه تضارب دايما فيه الافكار الى ان الحنية موجودة والاهتمام ببعض موجودة واهتمام بصحة بعض واهتمام بكل حاجة تخص العلاقة دي بيتموا ببعض بيها الى ان العنتزة شوية او الغرور او الكرامة دي عندهم عالية قوي لو مين ما ينفعش ان يجي عليها مرة في التانية بيبدأوا يقفل بعض فالعلاقة هنا بتكون صعبة جدا وكمان عندهم اختلاف في وجهات النظر في امور كتير اللي تخص المبادئ القيم العادات عامة اه لان هما بيكون عندهم عادات او مبادئ خاصة بهم هما فقط زيادة على الوضع الاجتماعي لو الثقافة غير الثقافة فوقتها برضو بيحصل فيها اختلافات اما بالنسبة ليه البرج اللي بعد كده وهو الجوزاء برج الجوزاء قدر اقولك ان النسبة التوافق اقل من 30% ايه اه اقل من 30% عشان نكون صراحين جدا ليه؟ معين هما الاثنين فيهم من بعض كتير على فكرة وينجزبوا البعض قوي عشان هما الاثنين فيهم من بعض كتير برج الجوزاء والعقرب هما الاثنين ليهم الغموض القوي اللي محدش منهم يكون عارف التاني فيه يعني زي بعض وبينجزبوا البعض بس لما نيجي نلاقي التعامل ده معين هو هو نفس التعامل على فكرة بس ما بيحبوش ان هما يتعاملوا به مع بعض بيكونوا وقفين زي الند بالند وقفين زي الضد بالضد فبيبدأ الأمور بالنسبة لهم ماشية بشكل عندي تماما وعند ده حرية وأنا حر وعمل اللي أنا عايزه ومش هتتحكم فيه والعقرب بيبقى عايز خد ودي معي العقرب القوي مع برج الجوزاء اللي هو طب ما تحن شوية ايه ايه ده كده فبتكون العلاقة قوية قويين على بعض مع ان هم في الجذبية خطرين جدا جدا بينجذبوا البعض قوي الى ان والانجذاء عارف يعني ممكن تاخد فترة خطوة والخطوة بتاعتهم كمان ما تكملش يعني مش هقولك انها طويلة لدرجة انها هتكمل الا بقى لو الناس متسرعة فلا هي لو خدنا وقتنا ممكن ما تكملش فالعلاقة صعبة لان كل حد منهم بياخد قوة ذاته وشخصيته لنفسه ويا اما لو تاني جاء عليه بحية هيكون قويين على بعض فدي مشكلة وإلى ان ارجع اقولك ان الحب بيصنع معجزات كمان ان البرج الصعد يحكم كتير ويغير كتير العلاقة دي عارف من حاجة اقل من 30% اللي ممكن اوصلها لك فوق ال 50% بكتير بسبب ايه؟ بسبب ان البرج الصعد عند برج العرب يبقى جوزاء وان برج الجوزاء البرج الصعد عنده يبقى العقرب وقتها احنا كده دماغ بعض قوي احنا نقدر ان احنا نسيطر على نفسنا ونغير شوية من تعاملاتنا عشان نقدر ان احنا ننقص حالة الحب اللي ما بيننا تفرق كتير طيب بالنسبة ليه البرج اللي بعد كده وبرج بقى خليته شوية يعني مش للاخر لان في برج تاني برضو برج القوس العلاقة ما بينهم بتكون من ناحية الجاذبية اخطر انواع الجاذبية ما بين برج العقرب والابرجة التي لتا توافق برج القوس يعني برج القوس يبقى منجزب جدا جدا للعقرب ولكن في التعاملات المادية التعاملات المهنية التعاملات الخاصة بالحرية لا بيكون فيها صعوبة والقوس ما بيصبرش عنده حالة جدلية خطيرة ومبادئ ولأ وازاي والعقرب عنده نفس الكلام الى انه لما العقرب يلاقي ان شخصه مسيطر اوي فبيسيطر هو الاخر فبالتالي يلا نضب في بعض فبيكون في مشكلة كتير ممكن نقولك ان الناريين مع المائيين يمشي يمشي بالتعاملات اللي هي المختلفة كصداقة كصداقة كامور عادية كانجزاب كعلاقة في البداية لكن فيما بعد بيحصل لها مشاكل كتير اوي 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 فبالبداية الامور بتعدي وبتبقى افضل شيء لكن فيما بعد لا بعد كده برج السور برج السور على قدمه برج ترابي وقدر اقولك انه هو يكمل مع برج العرب الى ان لا نقف هنا نقف هنا ليه العرب والسور علاقة قادر اقولك 50% 50% متولة شوية ممكن تطول معنا الى ان فيما مش متولة عشان حاجة متولة عشان فيها صبر فيها صبر انجزاب العقرب دايما للسور وشخصية السور مهمة مرقة العرب لرجل السور وكمان مرقة السور بالنسبة لها رجل العقرب خطير ومن احسن رجل هي تعشقه احسن رجل تعشقه مرقة السور رجل العقرب ففي العلاقة دي قوة تحمل كبيرة جدا 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 الى ان بعد كده بيحصل حالة ملل حالة من خلاص جبنا اخرنا شطابنا فبيحصل فيها بعد كده مشاكل كتير فهي مشاكل موجودة لكن فيها قوة تحمل لان الحب اللي ما بينهم او الجاذبية او انهم بيشوفوا بعض الشخصيات المثالية فبالتالي بيتحملوا لكن فيما بعد بيبقى خلاص البنزين شطاب عنده برضو البرجل ساعد يقدر يخلينا ان احنا نقول ان العلاقة طوى في التنشاة الاجتماعية الحب هو اللي بيصبر شوية فعندنا ده كده اتكلمنا على سبع ابراج الابراج النارية بش اشكال مختلفة الابراج الهوائية بنسب برضو مختلفة وبرج السور من الابراج الترابية عامة بشكركم جدا جدا وزي ما قلتلكم فيه كتير من الناس المرتبطين بالابراج التي لا تتوافق مع الابراج اللي احنا اتكلمنا عنها ولكن متميزين علاقتهم ولكن بسبب حاجات كتير اليوم اللي انت تولدت فيه البرج الصعد اللي هو ساعة الولادة كمان المبادئ اللي انت تربيت عليها او التربية او التنشاة الاجتماعية بمعنى اصح والحب اللي بيصنع كتير من المعنكسات باشكركم ما تنسوش اللعاك وشيرو شكرا في قناة تفعيل الجرس لأ شكرا في القناة